اللهم صلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحاب وأجمعين إزايك وحبايب قلب أغبارك وعملين إيه يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسلام دايما يا رب النهاردة بإذن الله كده مع نهرتين عاوز أقول لكم النهاردة إحنا تعبنا جدا 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 الفيديو ده كان مصور إمبارح أول إمبارح بصوا عاوز أقول لكم في اليوم ده والله العظيم إحنا تعبنا جدا أنا وشاهدي بنتي وجوزي وولادي بصوا اتهدنا بجد إنه طبعا كان يعني كان في ناس جايبان لنا أشو كده وجايبان لنا حابت حاجات كده فطبعا عشان بقى نوضى بالمكان وجينا كده زي ما أنتوا شايفين يعني تلاقينا الدنيا من بهدلة وكتاكيد خارجة برة والدنيا مقلوبة كده طبعا شاهد يعني قطر خيرها ربنا يخليها ليارب وينجحها زي ما أنتوا شايفين قعدت هي طبعا قعدت هي طبعا تقطع لي كده الربة على ما أنا أخلص الحاجة اللي أنا بعملها جوه لأن كان طبعا زي ما أوردكوا قبل كده كان الحوض كان بينزل مية وكتاكيد المكان اللي فيه كتاكيد كان كله مية طبعا بصوا الحاجات دو كلها نزلها لكم بكرة بس طبعا إحنا عاديين نعملوا دلوقتي أهم حاجة أن أنا طبعا كنت كانت هي بتقطع لي الربة وأنا كنت بعمل البطاط عشان أين أكل الفراغ بتاعتنا والبط لأن إحنا جايين سمعين سوتهم من بره طبعا يعني كنت كمان متأخرة يعني إحنا كنا حوالي كنا الساعة 2 طبعا شايفين طبعا هي يعني قطر خيرها كانت أعرف بتقطعهم وكانت طبعا شايفين البطعمي إزاي وكانت الدنيا بصوا ملعب بك على الآخر كل حاجة كده يعني إحنا جينا وتلاقينا الدنيا زي ما أنتوا شايفين كده كلهم مفتوحة على بعض كده والحاجة يعني هي إلى نوع ما فالحمد لله طبعا بنبدأ الأول أن إحنا طبعا نقطع كل حاجة طبعا إحنا بتحضرها للطيور بتاعتنا عاوز أقول لكم الأول كنت بقطع الحاجة في البيت عنده كنت بطلع بها على السطح على طول فطبعا دلوقتي بقيت بقطعهم اليوم بيوم وزي ما أنتوا شايفين كده طبعا الحاجة بحضرها قبلها على بيات وبقطعهم الحاجة بتاعتهم برضو زي ما هي وزي ما إحنا كنا ماشيين ما فيش أي حاجة تغيرت تمام كده طبعا دوت خاص الخاص دوت عملتوا برضو على الربة عشان خطر الرومي بس عشان طبعا الرومي بيحب الخاص جدا فأنا يعني جبت لهم كده خاصيتين جبت بعشرة جنيه ما كترتش يعني وبحاول إن أنا إيه أقطعهم كده هوت على الخفيف علشان طبعا الرومي بتاعنا برضو يأكل والفراغ كمان تاكل وتشبع والبط برضو يأكل معنا ويشبع عاوز أقول لكم شكارة العلف أو الكزب اللي إحنا جايبينها دي بسم الله ما شاء الله والله العظيم حاجة كده بصوا عاوز أقول لكم إن هي إحنا جبنا من الآخر هنا بقى كانت شاهد قامل بعد ما قطعت الحاجة وأنا كنت إيه قمت بقى إيه أكمل أنا بقى وراها لإنه طبعا أنا كنت برضو بعمل في الجنب التاني برضو تنظيفات وكده وكنت بس يعني بروأ والحاجات دي طبعا شايفين القش طبعا مبهدر الدنيا إحنا جينات لأنا القش دوق محطوب بره جنب الباب قطرخيره يعني الرجل اللي هو سبهلنا آآ آآ محطوب كده جنب الباب فطبعا دخلنا بقى جوه وكده وطبعا بدأنا بقى إحنا نعدل الحاجة ونوضى بالحاجة هنا طبعا بقى قلت لسا هاخد بإيدي قلت لأ أكيد بكده شوية بشكرة على طول وأبدأ إن أنا إيه أبدأ أكل البط شايفين طبعا الفراخ كانت مقتولة من الجوع مقتولة يعني اليوم دوت أنا لما خلصت الحاجة بتاعتي البط بتاعتي هناك ورجعت بقى وجينا هنا كان طبعا كنا حوالي الساعة اثنين فطبعا كانت بط بقى والفراخ ما كانوش أكله من الصبح وكانو جعنين جدا طبعا دي الخلاطات اللي احنا بنعملها أهوت بقى اللي تكلفة تقدر إن تتأكل البط والفراخ شايفين بسم الله ما شاء الله آآ حبة رب أو حبة برسيم على حبة خاصة على حبة بشرة بطاطا على شوية كزبة أو علف أو حبة درة بصي هتلمي الدنيا وهتأكل الطير جتاعتك كلها ومفيش أي حاجة أهم حاجة بس إن انت تحط لهم وجابات تكون كويسة تمام أنا بصراحة أنا بحط لهم وجبة كده زي ما اتوا شايفين متقطعة كده يعني مشكلة آآ أو خلطة كده مشكلة من الكزب اللي احنا جبناه أو العلف اللي احنا جبناه على برسيم على على بطاطا عاوز أقول لكم في ناس يمبرح كلموني في التعليقات وقالولي البطاطا يستحسن أن انت تسلقيها عاوز أقول لكم إن أنا البطاطا اللي أنا بستعملها مهاش ناية أنا بسلق منها نص سليء يعني إيه نص سليء؟ يعني مجرد بس هتعود لها عشر دقيقة في قلبه المية وبطلحها بتبقى لسا البطاطا يا مسكها نفسها بس ما بحطهاش ناية أنا بحطش ناية وقلت الكلام ده قبل كده يا جماعة والله أنا بحطش البطاطا ناية أنا بس بديها كده سلقة بسطة جداً وبقى عشان بس عرف إن أنا مسكها وأقدر إن أنا أبشرها بتبقى سهلة جداً كمان في البشر وانت بتبشريها ما بتاخدش معاك وقت في البشر تمام؟ غير طبعاً لما تكون ناية تعود بقى تدي بكل قوتك في المبشرة طبعاً دراك هيوجعك فكده أسهلك اسلقها كده نص سليء واسبها طيبرة خالص وبعد كده بدأ إن ينتوا بشورها لهم هتبقى بسم الله ما شاء الله حاجة كده بتبقى عاملة زي الزبدة والله البط بيأكل وبيشبع وبسم الله ما شاء الله هنا بقى كنت حطيت للبطها بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك كده صلى على النبي عليه أفضل السلام وما تنسوش تحط اللايك يا جماعة يعني بصوا حطوا لللايك عشان بس الخاطر الدعم للقناة وكمان للفيديو عشان طبعاً كل حبيب واصحابي واخواتي على القناة كده آآ يدعموني كده بلايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس وكل يشوفوا واستفيد زي ما انتوا شايفين كده طبعاً يعني بسم الله ما شاء الله حاجة كده جميلة إن انت تربي تربية بإيلك وتقدر إن انت تقدر إن انت ربنا يرزقك فيها أو تطلع منها حسنة لبيتك أو لعيالك أو لأي حاجة تفاهمين طبعاً الحاجات دي بتبقى كويسة جداً أنا بصراحة يعني ديت هوا يعني يعني أنا أغداء هواية من والدتها الله يرحمها ربنا يا رب يرحمها ويخفر لها وتكون من أهل الجنة اللي هم أمين يا رب طبعاً الأغداء هواية منها الله يرحمها فطبعاً يعني حاجة يعني حاجة في دمك إذا ما قدرش عايش من غير تربية طبعاً التربية بتاعته الطيور والفراخ والحاجات اللي بتبقى كويسة جداً بالزاد في الأيام اللي احنا فيها طبعاً لو انت حتى ربيت على يعني لو انت حتى ربيت حاجات كده قليلة جداً بتبقى كويسة يعني بتنفعك أول حاجة في بيتك بتقدر ان انت مثلاً جالك ضيوف جالك أي حد مرة واحدة تقدر ان انت تتباح منهم تقدر ان انت تشرف جوزك كده قدام أهله قدام ناسه قدام أي حد مش شرط وجوزك بس ان انت طبعاً يعني ربنا بيفرجها عليك بيكون عندك الخير والرزق بيبقى عندك كل حاجة كفاية بس كده ما تربية لك فراختين بلدي تقدر تاخد منهم بطن ولا حاجة للعيال ولا أي حاجة حاجة دي كلها بتنفع في قلب البيت وبتبقى كويسة جداً 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 فطبعاً زي ما انتوا شايفين يعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا لم الدنيا طبعاً النهاردة من اول يوم احنا جينا فيه كان طبعاً كان بهدلة فيعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا نظم المكان على قدر الامكان يعني بحيث ان انا يعني بعد كده لما جيلهم مؤكرا على طول معودش بقى ان انا نظف يبقى على قد اليوم بيومه طبعاً كان في بهدلة كتيرة جداً جداً بنحاول برضو ان احنا يعني نلخص اليوم كده وبحاول بقدر الامكان برضو ان احنا يعني نمشي امورنا بحيث برضو الدنيا تمشي معانا كده وطيبقى اي الامور سهلة تمام طبعا يعني انا بشكر الناس كلها اللي قفوا معايا في المحنة اللي انا فيها او في الشدة اللي انا فيها والناس اللي ما قفوش معانا برضو اقول لهم قطر خيركو بس الايام جاية كتير بقول الكلام ده لأي حد اي حد يعرفني او اي حد ما يعرفنيش الشدة بتباين معدن الناس واحنا يعني عاوز اقول لكم ان انا وولادي يعني وجوزي خلاص يعني الحمد لله عرفنا معدن الناس كويس من كدرش الحاجات اللي مرت علينا فاحنا بنعرف الناس فعلا اللي بتقف جنبنا من الناس اللي بتقفش جنبنا الناس اللي شريانة من الناس اللي مش شريانة الناس اللي احنا فرقين معاهم او الناس اللي احنا مناش فرقين معاهم كل دواب بيبان طبعا النفوس الله اعلم بالنفوس فيها ايه بس نفسيته شائلة منك ممكن يكون حد يبعيد برضو ممكن برضو يكون بصصلك في رزقك أو في رزق أولادك أو في رزق أي حاجة فطبعا يا ربنا طبعا يكفينا شر الحاجات دي كلها يا رب ويبعيدنا عن الناس اللي هي طبعا بتحسد أو بتنق أو إن هي بتتمنى لك الشر كده ربنا يبعيدنا عنهم أنا وأنتم اللهم أمين يا رب إذا هم أنتوا شايفين ده روتين بتاع النهاردة يا رب يكون عجبكم ما تنسونوش في لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم من القناة كل جديد وما تنسونوش في اللايك أهم حاجة لايك بالله عليكم عشان يوصل لأكبر عذب مني الناس والفيديو كي يترفع معانا والناس كلها تشوفوا وتستفيد منه